موسيقى مشكلة القمح بيتقال عليها كلام كتير جداً جداً من المغردين ياريت نطلع نوضح للناس مخزون القمح عندنا يكفينا قد إيه وإحنا لما يخلص المخزون ده البديل إيه ويبقى واضح وصريح هل الأسعار دي هتفضل تعلق ولا هتثبت؟ وبالنسبة للديون هل إحنا الديون دي هنقدر نسددها بالمشاريع والموضوع اللي بتحصل؟ البطالة دي هتفضل موجودة كتير يعني مطولة معانا أنا واحد عن نفسي مش لاقي شغل هقوله إيه خطتك عشان خطر المنتج مصري يبقى مالي مصري كلها إيه مصنة اللي حضرتك عاوز تعملها بحيث نعدي الأزمة دي إحنا بيزرع القمح بنبيع للتجار التجار بيسرون لنا التمر رخيص إمتا بيه فيه ونكسب؟ هقوله الحاجة إمتا ترخص؟ كل حاجة جلية الجاز، النور، المواصلات جلية على المواطنين كله القوطة جلية، البصل جلية، إمتا الحاجة هترخص؟ الحاجة بتغلى جدا والمرتبات سابتا زي ما هي فأنا الشباب هيجيب منين؟ ثانيا هنبني مصانع إمتا لو هنقفل الجمالك؟ يعني بخصوص مجال السياحة بما أننا شغالين في المجال فنحب نشوف الخطة الواضحة اللي هتكون الفترة الجاية للتطور في مجال السياحة بالنسبة للعملين والمنشآت وكان بخدر أول وعا دلوقتي الحامد للأحسن بكتير أنا من جنة، أنا جبت بعد خمسة واربعين سنة قاله ابني اللي أنا خلفته بعض العمر ده أطمن عليه، أنا عايز ابني هو اللي أطمن عليه أطمن عليه أطمن عليه موسيقى